صباح الخير اهلا بيكو في حلقة جديدة من شوية فتفضل ايه كل الاحداث دي يعني حاجات كثير جدا معظمة سياسة مش بس في مصر كمان برا مصر يعني نحاول ان شاء الله الفيديو متاولش الجمعة اللي فاتت كان الدعوة للنزول مظاهرات في الشارع والكلام ده كله كان الكلام بعد مطش الاهلي والزمالك اه خليه بس انتفق لحاجة لو انت شايف ان مفيش حد نزل والدنيا اصلا كلها حلوة ومفيش حد نزل والنزل دول يعني ما وكل الفيديوهات من فابريكة والجودة كله معلش يعني فانت في اللالالنت ولو انت شايف ان الدنيا كلها وحشة ومفيش حاجة عيدلة خالص فانت في النص التاني من اللالالنت خليه نتكلم واحدة واحدة في ناس نزلت؟ اه في ناس نزلت في فيديوهات كان متفابريكة? اه برضو كان فيش وتفق بصراحة في فيديوهات قديمة منほどينةured اصلا host في فيديوهات قديمة من 2011 Oh في فيديوهات قديمة من قد من اول 2011 بس كل الفيديوهات متفابريكة لا كل الناس نزلت؟ برضو لا بمعنى اني مسا انا هتكلم على على اسكندرية الناس النزلت في اسكندرية كان يعني عدد صغير جدا نزل في محط الرمل عن ميدان آآ ساعد زاهرول وعدد اكبر شوية نزل في المنطقة بتاع تسيد بشر وميامي وشارع بالتحديد شارع خمسة اربعين وشارع جمالة عبد المصر ده كده بالنسبة للناس النزلت في الكاهرة فعلا محدش نزل من دنيا التحرير اه كده الدنيا كلها في المنطقة اللي حواليه آآ شارع عبد المنام رياض آآ مش عارف في ناس نزلت عند كبري ستة اكتوبر في منطق جزء معين منه في ناس نزلت آآ في ناس نزلت في ناس مدقى للسيسي آآ في ناس مدقى للسيسي آآ برضو زي بقول في فيديوات نت فابريك آآ كان فيه فيديو مثلا آآ اصلا الموضوع اهلي وزمالك والآآ وركبوا الصوت عليه حصل بس ما ينفعش كل واحد فينا بصص عالجان بتاقو عمل كده ومش بص على أحد تاني ما يعني نشوف الدنيا ايه يعني لو انت بتكلم على شخص الرئيس السيسي بنفس ويعني او اداءه يعني كائائائ كرئيس جمهورية هو زي اي شخص في الدنيا بيعمل كويس وبيعمل وحش يعني عايد تشوف با.. بيعمل كويس بيعمل كويس فيه اجزاء كتير من المشاريع زي نقل العشوائيات زي الغلال بتاعة الامح او صامع الغلال بتاعة الامح زي حاجات تانية كتير الكرارات فيها كويسة التشكيل الوزياري فيه وزر كتير شايفين شغلهم كويس جدا تكلمت اكتر من مرة على وزيرة السياحة وعلى وزير التربية والتعليم ايه الجزء الواحش اني ودي ما النقط اللي هولا دي ما اقدرش نقولها الرئيس السيسي تحديدا الاعلام المؤيد للنظام المنز Status التواصل مع عز parabois انا لو ت hoop Something your feelings then каж keluar everything in society ليس كله الواحش مالذي ي Smash ما الذي ياخذ على الرئيس السيسي؟ او دعال me begin to Islam اوه المنزل ان يب��ئك تاختيippة وساعات الامانات بيبقى فااااااااitarه وبه everybody can come to fashion ما بتبقاش احسن حاجة او ممكن تتفهم او ممكن يتاخد منها حاجات فهي هي الدنيا كده الدنيا كويسة المئة في المئة طبعا لا الدنيا وحشة في المئة في المئة طبعا لا الحاجة التانية هو ليه التعامل بنفس الطريقة يعني انتلوقتي الناس نزلت مصرد تمام حملة اعتقالات ومش عارف كي تمام لو حد نزل عمل تخريف حاجة تمام بس انتلوقتي بقى فيه مشكلة مع المحاميين بتوهم فيه محاميين ما حضروش التحقيات يعني ده حق طبيعي جدا وفيه محاميين اتقبض عليهم يعني وهوما بيحضروا التحقيات او بعد ما حضروا تهات اتقبض عليهم طب ليه طب ليه وعشان انت فيه وبعدين يبقى فيه موقع كتب اني فيه مظاهرات ونزلت الشارع تروح وقفلوا منعوا في مصر اللي هو البي بي سي ليه ليه استعمال نفس الطريقة يعني ايه الهدف مهم يعني فيه دعوات تاني للنزول الجمعة اللي هي 27-9 يعني يا ربنا يستفق اتمنى فعلايا ما يبقاش فيه ده ما يبقاش فيه اشتباكات هو الموضوع باختصار اني فيه حاجات غلط اه فيه حاجات غلط فيه حاجات العلاقة بالقوانين الضائرة او و احنا بنتكلم مثلا على مسائلة الرئيس او محاسبة الرئيس خلينينا نتكلم حاجات حصلت نفس الاسبوع يعني بزولوك مرة حاجات مش في مصر بس اه برا مصر كمان الخبر اللي هو بقالنا يومين كل الناس بتتكلم فيه عزل ترامب القصة ايه باختصار القصة انه هو بيقال اني كلم رئيس اوكرانيا عشان يفتح اه قضية ما بين حد في اوكرانيا وما بين ابن المرشح المحتمل ضد ترامب السنة الجاية هو فيه ما بينهم بزنس وكان فيه قضية بتحقيه في فساد وطلعوا الاتنين براءة فهو الخبر يعني انه هو كلم رئيس اوكرانيا عايزه يفتح التحقيه تاني وكمان يدين اه ابن المرشح اللي ضده مش فاكرا مش فاكر اسمه اه عشان يبقى يعني يهز شعبيته فكده ايه يضمن الانتخابات اللي جاي برضو طبقا لنيورك تايمز انه هو كل المحادثات والمكالمات بتاعت رئيس الجمهورية بتتسجل ده في القانون الامريكي فالمكان ما تسجلت فاللي كان بيسجلها قال له رئيسه رئيسه ما قال له يا ابني ما تعملش مشاكل مهم يعني هو راح اي للموضوع ده لنيورك تايمز نشرته ابتدى الكونجرس يقول اني لو ده حصل لا احنا محتاجين ناخد اجراد هل الموضوع هيحصل او لو مش هيحصل في ناس بتطاقة انه هو مش هيحصل لانه هو عزل الرئيس الامريكي بيتم على مرحلتين تصويت من الكونجرس وبعدين تصويت من مجلس الشيوخ لو عادة من الكونجرس اللي هو اغلبيته ضد ترامب مش هيعادي من مجلس الشيوخ عشان اغلبيته مع ترامب او نفس الحزب بتعمل ولكن الفكرة نفسها اني فيه قانون بيقول لو حصل مخالفة من الرئيس في حاجات معانة يحصل ايه خلقات واضحة وسهلة والناس بتتكلم فيها والرئيس في السلطة بس حاجة تانية اه في انجلترا السوبريم كورت او اللي هي المحكمة الدسترائية العليا اه قالت لبوريس جونسون اللي هو رئيس الوزراء القرار اللي انت عملته بوقف البرلمان خمس اسابيع قرار باطل والبرلمان رجع اشتغل احنا بنتكلم في قرار في انجلترا اه واغته رئيس الوزراء والمالكة موافقة عليه محكمة الدسترائية العليا تلاقيت قالت ده ما ينفعش ببساطة انا وجهة نظري لو المنظومة دي موجودة في مصر او موجودة في اي دولة مش هتحتاج بقى ان انت تنزل اه صورات وتقلب نظام ومشرفيه اه ماشي ممكن تنزل مظاهرة حتاجية بايا كان الحاجة ولكن مش هيبه فيها الاكشن ده كله يعني هوا مجا اه مجموعة ناس هتنزل بالطالبات معينه مثل محكمة انجلترا هما طول الفترة اللي فاتت اللي كانت البرلمان ويقف فيها هما نزليين مظاهرات ضد افل البرلمان وضد البريكزيت وضدي كذا حاجة تانية لو انت في الالية اللي هي بتضمن ان ما فيش حاجة اسمها سلطة مطلقة او ان ما فيش حد فوق الحساب هو دل هيدمن كل حاجة بس ده كده باختصارية خبر بعد كده بعيدا عن سياسة العالم المصري فاروق الباز ناسا هتطلق اسمه على كوايكب اكتشفوه مؤخرا في الفضاء ويطلق اسمه على الكوايكب ده تقديرا ليه جهوده في علوم الفضاء تقبل الخبر والخبر من سكاين نيوز عربية مجهوده من الستينات تقريبا من اول اطلاق مركبة الفضاء ابلو طبعا حاجة كويسة جدا وحاجة تدعو للفخر ولكن للاسف برضو احدش اتكلم عليها خبر كده كان انتشر بشكل عنيف كده لمدة يوم واحد على الفيسبوك هي صورة كانت من مفروض يعني او هي منسوبة انه قرار وزاري بان الحجاب ما بقاش فرض في السعودية في كل المدن معادة مكة المكرمة والمدينة المنورة الخبر ده تنفع بعد كده الورقة كان شكلها يعني زي ما انتش رايفين دمكو يعني شكلها فعلا حقيقي بالاختام وكل حاجة ولكن الخبر تنفع بعد كده بس يعني ويومها كان على السوشيال ميديا كانت اا عامل قلبين في نفس الوقت في وسط الاسبوع كده وفي نفس الفترة دي اا عمر اديب تلع في البرنامج بتاعه على ام بي سي مصر وكان فيه اغبار كتير من قبلها عمر اديب هيستضيف محمود السيسي وطبعا فيه ناس كتير ده عمر اديب مستضيف ابن الرئيس موضوع تلع في الاخر تشابه اسماء يعني وانه هو كان بيتكلم على الناس اللي هم بتاع صيدليات 19-11 يعني دي صيدليات اعلاناتها منتشرة في كل حتة وكان بيتكلم هل ابن الرئيس فيها لا او طلعه مش ابن الرئيس ولا حاجة اا وبيتكلم بقى الاخوان قاله والاخوان عايده وقنوات الاخوان ايه عايدته والاخوان عملته كل الكلام ده كله اا خلي بس اتكلم في النقطتين منفصلين اول نقطة هي مش قنوات الاخوان بس اللي قالت ان انت مستضيف ابن الرئيس اا من الاخبار اللي نزلت قبل البرنامج بتاعك كان خبر على اا الصفحة بتاعت الفيسبوك بتاع جريد الوطن فم يعني مش الاخوان بس اا او انت لما قلت محمود السيسي فالناس كتير كتبت ان انت مستضيف اا ابن الرئيسي الحاجة التانية تمام انت اثبت ان هو مش ابن الرئيس ولا حاجة وان الصيدلية اا اا او ان هما مجموعة صيدلة وماشيين اا اا عايد يعني اجراءات وشتروا صيدلات تانية ايه اللي حصل بقى يعني نتيجة بقى اللي انت اا اللي انت عملته بعيدا بقى ان هو ابن الرئيس دي من البرنامج بتاعك يعني من على اليوتيوب ففيه جزء كده اللي هو الجهة او جهة العمل المقدم لها الفيش والتشبيه الجهة العمل المكتوبة اا مجلس الدفاع وهنا يبقى سؤال ليه حد مدير صيدلية او بيدير صيدلية او في مجلس ادارة صيدليات يبقى اللي فيه شو التشبيه بتاعه موجه لمجلس الدفاع واحد اتنين تاني يوم خبر نزل على الفيسبوك من صفحة نقابة الصيدلة بالكاهرة بتقول ان الحلقة دي هتتمسك كان مستند ضدهم لان القانون المصري بيمنع على اي صيدلي انه يمتلك اكتر من صيدليتين ويكون بيدير واحدة وهما في الفيديو قالوا ان هما حاليا 100 صيدلية وان هما 7 صيدلة او 9 صيدلة او حاجة كده وان القانون السيادلة في مصر يمنع تسينس او السلاسل ويمنع أيضا اللي بالنسبة للأدوية ويقولوا ان هذا السبب ان هما الرخصة العزبي وسادلية الرجدي انتهت وان الموضوع يعني ما كانش مخالفات في تاريخ الدواء او في تخزين او كده على قد ما هي كتت مخالفاتها للقانون ده. ده حسب البيان بتاعهم لو البيان صح ولو الصفحة دي صح لان هي صفحة مش فريفايد ولكن مكتوب ان هي آآ نقابة السيدالة بالقاهرة. نروح بعد كده على اخبار آآ رياضية آآ كان الاسبوع اللي فات توزيع الجايزة بتاعة الافضل في العالم من الفيفا او اللي باست آآآ تاني يوم يعني ميسيك اخد احسن لها في العالم تاني يوم آآ لقينا صلاح محمد صلاح شايل ان هو لعب في المنتخب مصر ومكتفي بس ان هو لعب في ليبر بول. الكلام ده على الحساب بتاعه على تويتر. طبعا دنيا اتقلبت وصلاح يعمل كده ليه ومش عارف ايه مهم عشان الفيفا بعد ما بي بيقال النتيجة بيقول آآ يعني التصويت بالكامل مين صوت ليه. التصويت عشان الناس تبع عارفة هو بيبقى من كل بلد بيبقى ثلاث اشخاص. المدرب كابتن الفريق وصحفي ممثل عن البلد. انا هي معرفش الصحفي ده بيختار على الاساس ايه بس هو بيبقى واحد صحفي. فالصوت اللي جاي من مصر ان هو صوت واحد اللي هو طريق بعد كده صوت الصحفي. والصحفي ما اختارش الصلاح اول اختار صلاح تالت. لكن صوت المدير الفني وصوت الكابتن اللي هو المحمدي ما وصلش. بعد يعني آآ تحقيقات كتير او مش تحقيقات كتير تحقيقات صحفية يعني اجتهدات صحفية كده مهم آآ موقع في الجول واحد الموقع اللي انا بسق فيه يعني في آآ في اخبار الرياضة آآ كتب يعني ان المشكلة كان اني وقت الوقت ده هو التصويت كان يتبعت في نص اغسطس. فده الوقت اللي كان آآ اتحاد الكورة بيستقيل فيه او بيتغير فيه. والفكرة كلها اني التصويت آآ اتبعت ولكن هو ما كانش منضي. آآ وبسبب عدم الوجود الامضة دي التصويت معتمتش. آآ في خطأ آآ في خطأ طبعا ولازم حد يتحاسب عليه طبعا لازم حد يتحاسب عليه ايا كان من هو. على فكرة اللي صوت كآآ كمدرب ما كانش اجيري. هو كان حد اسمه محمود سعد. وده منصبه وقتها كان المدير الفني آآ اللي لاتحاد الكورة. المدير الفني لاتحاد الكورة. حتى دي اصلا فيها تضارب اخوة له ومحمود سعد على شوق غريب. يعني آآ لاني فيه تصريح بعد كده شوق غريب بيقوله ان هو صوت. مهم يعني ان التصويت موصلش. فانا شخصيا مش عاجبني رد فعلا صراح. يعني او مش شايفه ومتماشي مع الموضوع. يعني صراح انت انا ما كان عندك مشكلة السنة اللي فاتت وقت كاس العالم على الاتحاد. آآ وانت كتبت على على تويتر وتلقيت الفيديو. وآآ مدير اعمالك برضو كتب على تويتر ايه المشكلة. ووقت الصورة اللي على الطيارة والاعلانات والكلام ده كله. كنا معاك كلنا. وآآ كان موضوعك مع اتحاد الكورة او مع اشخاص في اتحاد الكورة. وكنا معاك. بس ملوش ده او بان ان انت لاعب في المنتخب. انت الوقت بتشيل ان انت لاعب في المنتخب المصري. يعني يعني انا لا انا شايف الموضوع كبير ومش صح. وبعدين بعد ما الموضوع آآ اعمل قلبان وحطت تويتر محدش هيزر غير حبكو حبي ليكو حبي للبلد. طب ما تغير اللي انت عملته. انت آآ المشكلة دلوقتي موجودة فردين تلاتة. وبعدين ما جزء على الموضوع مثلا على على الناس يعني على المحمدي وآآ وايا كان بقى ميل صوت مكان المدرب. يعني ما اعتقد يعني الاجراءات بتبقى معروفة ان انت هتحط التصويت بتاعك وتمضي تحتيه. تاني حاجة الموضوع يعني انا وجد نظر ان هو مش مقصود. يعني انت ببساطة السنة اللي فاتت آآ في عز المشاكل والشيشان والطيارة وكل المشاكل اللي كانت عندك مع تحاد الكورة. التصويت وصل عادي وانت وصلت تالت. انت السنة اللي فاتت واخت التالت لعب في العالم. تالت احسن لعب في العالم. تفعز المشاكل. السنة دي يعني ما كانش فيه مشاكل اوي يعني لأ امم افريقيا وموضوع بتاع عمر واردة اعتقد يعني ما كانش عمل عليك الضغط زي الكن السنة اللي فاتت في كاس العالم. يعني رد الفعل بالنسبة لي مش مش قد الحدث او رد الفعل يعني مش صح. الخبر اللي بعد كده من يومين كده لعبها في النادي الاهلي. اسمها هانا جودة. عندها 12 سنة. كذبت بطولة الجمهورية سيدات. هي بنت عندها 12 سنة. كذبت في 13 سنة وامت تانية افريقيا. طبعا ده يعني اي ام ام ا ام اجلس بكل فالفو بروك لها وربنا نبارك في موهبتها واتمنى ان احنا مثلا خلال سنتين أو حاجة نشوفها في الطلقة العالم ممكن نشوفها ان شاء الله في أولمبياد باريس 2024 ويعني حاجة مشرفة جدا اخر خبر بقى في وسط المعمع دي خالص ما محدش شايف هو مش خبر هو اعلان شركة فريدبول اللي هي مشروب الطاقة عامل اعلان ضريف جدا في مصر وهو يعني زي تور كده في المعالم السياحية في الكاهرة بطريقة جديدة جايبين حد من الناس اللي هم بتوع ال اللي هم ينطوا من مكان لمكان ويضروا ينطوا دورين وينزروا في الارض يعني حاجة كده هي رياضة مش منتشر قوي في مصر لكن موجودة بشكل عامل هي فيديوهات على اليوتيوب هو اسمه دومينيك دي توماسو ليل بيج بتاعته وكده معموله تاج الفيديو متصور في الهرم اللطيف جدا سبكوا وتتفرجوا على الفيديو وهقفل ده بيه وهشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية ده وجبتكم الحلقة لايك سبسكرايب وشير في كل حتة شوفكم ان شاء الله اللي زباق جاي سلام اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة